موسيقى مشاهدين في كل مكان نصعد الله وقاتكم بكل الخير أهلا ومرحبا بكم نلتقي على ضفاف الإبداع لنبدع سويا من خلال حلقة اليوم ومن خلال دوزنا الكلم وفي حضرة الربابة حضور مشاهدين الكرام عبر حلقة اليوم من في الموعد نحن سعيدين بالتواصل معكم ومساحات الإبداع والجمال تكسوها كلمات جميلة من خلال ضيفين عزيزين أرحب جدا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام بالشاعر خالد هاشم حضور معنا من خلال هذه الحلقة ومن خلال كلمات متفردة عبر آلة الربابة أهلا ومرحبا بكم ومساء الخير مرحبا بكم ومساء الخير ومساء الخير على كل السادة المشاهدين وسعيد بالاستضافة أهلا بك مرحب أيضا بصاحب الصوت الجميل والرفيع واليوم حيطربنا جدا بآلة الربابة وحنقيف عند هذه الأغنيات الجميلة وهذه الأغنيات الطروبة عبر الفنان الشاب خالد جبريل خالد شقوري أهلا ومرحبا بك مرحبا بك ومرحبا كل جمهور الكريم إن شاء الله أقدر أقدم حاجة تليغ لكل المقام بإذن الله نعم التحية لكم وأنا سعيدة جدا لأنكم تكونوا معي في هذه الحلقة في الموعد وإحنا دائما بنوسق للأعمال الجميلة والأعمال يمكن أن يكون عندها إسهام في المجال الإبداعي تحديدا وملكة الشعر هي واحدة من الملكات الجميلة جدا كتابة الشعر وبتأكد عندها بدايات عندك خالد هاشم سيتكلم عن بدايات الكتابة وبتين بدأت تكتب الشعر بداية الشعرية تقريبا كانت في المملكة العربية السعودية أنا ابتدت أكتب شعر يعني تقريبا قبل ستة سنوات أنا ابتدت كتابة الشعر ممتاز قبل ستة سنوات بدايت تكتب هل الغربة يعني عندها أثر في كده والله يمكن عندها دوافع نعم يمكن هي خلتني أكتب يعني ليه اخترت النوع الشعر الشعر يعني دائما اللي بيكون عنده علاقة بآلة الطنبور أو الربابة والله يمكن نحن نشأنا في منطقة يمكن نلغونا المتواجد فيا اللي هو أغاني الطنبور فلما الواحد يبتد يكتب الشعر كانت تعاملاتنا الفنية جلّا يمكن في الإطار ذا يعني بتاع الطنبور يعني مم أم متى عشت وترأ أراع طويل أنا غربي مدينة الشندي في المنطقة دي وهي منطقة يمكن يعني ظاهرة بفنانين الطنبور يعني يعني لقيت إنو البيئة حولك هي مساعدة وبعدين مع الغربة والحرين كده حبيت انك انت توسق اكتر لغنى الطنبور والله هو طبعا الشخص ما بيحدد انه غناه وده مثلا انه اتغنى بطنبور او ركسترا وكده لكن يعني انت مداخلي كده انه انا غناي بقالة الطنبور يعني طيب كده نسمع لينا بيتين ثلاثة كده طيب نقول خطاوينا وحنانماتنا كاسينا وعليك يا دنيا الف سلام اذا نفسك تفرقين علي ظهر الزمن مسنود غنانا وفيضحكاوينا اريج ظهر الخزامة يفوح يجيب من تاني ماضينا كبرنا وكبرة الاحلام وسالكي اللي دروب زينا دروبا بالفرح والشوق ولا بتجي جنبها العين شموخنا وطلت الترحاب تأكد عزة فينا حنين منثاب من الاعماق يشيل الوجع في حينا اهلنا الديمة شعلت خير بيوتنا الوازعة تكفينا سفيرنا السمح البلدان ولا في مر جاب شينا حبابك يا نسيم الليل وحباب غيما مزازينا وحباب ضل الضحل منشر ونجمات دي ما بتجينا وخطاوينا وحنانماتنا كاسينا وعليك يا دنيا ألف سلام إذا نفسك تفرقينا عليك ألف سلام دايما نحنا يا خالد شقوري بنقول إنه آلة الطنبور هي واحدة من الآلات الصعبة جدا وحتى أغنى الطنبور هو أغنى صعب لأنه بيحتمد على آلة واحدة يعني الفنان زاته ما بلقرحته شديده هو بغني كلمة على التجربة دي وبدأت ابتعد والله أنا قبل أن أشرح تجربتي أو أتكلم عن آلة الطنبور حاليا الحزن يعجع الجوانة لفقد أغنية الطنبور أستاذنا ملكة الطنبور يعقوب تجسير ربنا يتقبلوا الغغول الحسنة وأنا أعزي كل الأهل بالقرير والقرطون الأخرية الغطر لفقد أغنية الطنبور يعقوب تجسير ربنا يتقبل إن شاء الله الغغول الجميل إن شاء الله ربنا يحب وحقيقة آلة الطنبور آلة جميلة جدا وأنا أحسها حساس كامل رغم صعوبتها بقدر إدعايش معه لكل الأحوال يعني بدان حسيتين أنك إدعايش تدندن على الآلة دي وأول الخطوات يعني متذكرة والله حقيا من زمن الدراسة أنا في السنة بدندن كتير في الدورات المدرسية كده ممتاز طيب محمد هارين ندل المشاهدة الكريم عبر برمان في الموعد وآلة الطنبور هي من الآلات الحنينة جدا وعندها يعني إحساس وطابع مختلف عند المطلقين أنا هديهم شنو؟ أهم الدنيا أنا فوقت للمة كلمات الشاب خالب ممتاز كيف منتاني أروق إنجمما خم الدنيا بصاديت لم كيف من تاني عروب جموة هو الدنيا بصادي تلموة سالك دربك كل مواجع أنا سالك دربك كل مواجع رغم الفيه بسير و بتابع رغم الفيه بسير و بتابع رغم الفيه بسير و بتابع حتى كافت نتني الحوة هو الدنيا بصادي تلمو كيف من تاني عروب من جموة احيا غنبي احيا غنبي احيا غنبي احيا غنبي احيا غنبي احيا غنبي فنينك راحت كل افراحك ولا تشاحت كل افراحك ولا تشاحت احيا غنبي عايش بين الشهوة الأمرة والدنيا قصادي تلمّّة كل الدنيا تخاف من همّي كل الدنيا تخاف من همّي كل الناس تعتر فوق نمّي نعرفاه وجاع ظلومّا ليلًا طايل ضل عمّايل دمعا يجري حدايا جداويل وغلبك يسرخ آه يا أيومّا آه يا أيومّا آه يا أيومّا موسيقى جميلا شكرا لك على هذا الأداء الطروب وإهداء جميل لكل مشاهدي برنامج في الموعد وكل محبي آلة الطنبور بالتحديد الآلة الحنينة بتقليّ كل الناس تحيس بالشجن و تحيس بالحنين سواء كان داخل أفخارج الوطن تحيّل لك مجددا خالد شقوري وكذلك خالد هاشم أنا بحقيق على الكتاب الشعرية دي ويعني استدعاء الشعر أو كلمات القصايدة اللي انت كتبتها وتغنبها عدد من الناس عندها زمن معين يعني انت دائما بتكتب أثناء الليل أثناء النهار انت بتكون في الدوام مثلاً يعني دارين يعني أوقات تداعيات الكتابة عن خارج والله طبعاً هو الشعر ما عنده يعني زمن معين لكن في أي لحظة ممكن انت تكتب قصيدة بتولد لكن دا ما يمنع انه يعني انت في أي لحظة مش هد حاجة تلاقيك ممكن تكتب يعني كثير من الناس هم متحركين في الحياة عادي يماشين على الشغل يماشين مشوار يجوم خواطر ويجوم كتابات بتوسق لها ولا بتحفظها؟ والله التوسق بيكون متواجد خاصة انه الآن يعني انت يعني عكس انه تشيل ورقة وقلم معاك يعني في التلفون طوالي بتكون يعني في المواصلات في أي مكان فبتجيخ خاطرة انت بتحاول تدوينها يعني قبل ما تروح يعني عشان ما تتنسيه؟ نعم يمكن دا يعني دا من يعني حوص نحظ الجيل دا انه قدرت يدوين حاجاته يعني لحظة بلحظة وعشان ما تضيع منه لانه أكيد له ما وستغلاب الكتابة حتضيع منه هي فكرة يعني انت لو ما مسكتها كويس بتضيع ثاني ممكن تنساه يعني وما تجيك مرة ثانية نعم نعم خالد جبريل يعني لما تجيك اغنية من يعني اي شاعر فبتقيف عنده كتير بتقراه كتير بتحس انه كيف ممكن تلامس وجدانك كيف ممكن تتعامل معه ولا بتكون في مجاملة يعني عشان انت مثلا بتعرف خالد لازم تغني اليوم والله حقيقة يعني انا الغنية لو جاتني من اي شاعر انا لازم اقراها واحسها وما حسيت اصلا ما بقدر اديها ما بجامل يعني في حاجة زيدي في الكتابات بزار يعني الحرفة اللي بيلامس احساسي انا ممكن ما في مجاملة في المتوضة اقدمه للجمهور ذلك احساز نغي نعم نعم طيب يعني بس بتتعامل مع شعراء شباب ولا في افكار انك تتعامل مع شعراء شباب لا لا بتتعامل مع كم شاعر يعني استعمتي في بداية الحلقة بتقدمي بخالي شقوري خالد فبعا وطن بأكمله خالد شقوري شاعر لهو التحية وانا بحيوه من هنا انتدتني زي ما قلت لك اسمه اكبر مني اسم خالد ربنا ادوست الحالة اسمي خالد جبريل وذا خالد شقوري صحيح من عام لازم خالد طبعا شاعر من الاسر يعني من الاسر يعني لهو التحية نعم لهو التحية وغنيت له يعني وغنيت له بعض الاغان وغنيت له الباشا وضروف والشعر الكوبة يعني كمص غنيت لهو حاليا مبني للشباب للأستاذ عبد الرحمان طلب سمحة دابا صغير السنة سمحة دابا صغير السنة انا وحلا ليا ناس منها دابا صغير السنة وسلم وبتل ازيقد وعاملات ك이드 وبتل ازيقد وعاملات ك이드 ردت أحلى نبت ما تقيف ردت أحلى نبت ما تقيف جاني شوق من ودعي لسيف وشعجو أقلت بالرغيف داب صغير سنها السمحة أنا شوفت لها وقفتها محتار أنا شوفت لها وقفتها محتار سرع عقلي قليبي فرطار سرع عقلي قليبي فرطار هتجو المخلوقة من درعيني وردنا ما هاني سحار داب صغير سنها السمحة داب صغير سنها السمحة داب صغير سنها السمحة لزيز حديث أحلى من التمر لزيز حديث أحلى من التمر عند خلق فكات الصبر عند خلق فكات الصبر عند خلق فكات الصبر يا كريم جل العمر لبقى نوهي قدر قدر داب صغير سنها السمحة موسيقى موسيقى الحشم وبروق والغوام موسيقى الصدور الطامح والذرعام موسيقى 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 الكف العالي مع السدر موسيقى أسبيل وتكاذب ويجر الحسود عينه دي بدك ورحاله إن شافار يمر داب صغير سنها السمحة داب صغير سنها أنا وحلالي أنا أسمنها داب صغير سنها السمحة جميل جدا تحيلي كل الناس اللي بتابعينه تحيلي كمرة تانية خالد جبريل خالد هاشم إحنا بنحييك وأغنية جميلة نعم أغنية جميلة طيب خلينا نتكلم عن الغربة نرجع مرة تانية وأنا عارفة أنه دايما السودانين عندهم تجمعات جميلة جدا عبر الجالية السودانية وإقامة الحفلات الثقافية والمنتديات اللي بتجمع كلها السوداني كلمنا عن المشاركات دي هل انت عندك مشاركات في المنتديات؟ الله يا أخي نحنا أولا نقول إن شاء الله ربنا يرد غربة الجميع يعني إلى أرض الوطن إن شاء الله والسودانيين في المهجر يمكن مترابطين يعني بصورة كبيرة جدا جدا لأنه عددنا السودانية إفطار رمضان متواجد ويعني تجمعات وعدد يعني من البرامج يتقوم بها الجالية السودانية لو كان حفلات أو برامج يعني هم صراحة يعني عندهم برامج كبيرة نعم نعم برامج مستمرة يعني وترابط وتكاتف يعني إن شاء الله ربنا يرد غربة الجميع إلى أرض الوطن يعني أنا دار أقول إن الغربة ما بتبنع المزول يعني مواعينا الإبداع بتنضب حتى في الغربة وبتكون يعني ممتلئة بالإبداع والجمال يعني الناس بتشاري في المنتديات نعم خلينا برضو أرجع بك لمنتديات الجامعة برضو ومشاركات بعض الشباب الممكن الواحد تتشف إن هو فعلا عنده موهبة الجامعات ليها دور كبير ويمكن هي أنت من خلالها بتكتسب الشجاعة الأدبية وكيف إنه تزبط أمو الجمهور وتقدم حيتك للناس يعني أنا استفدت كثير جدا جدا من مشاركتي في الجامعات وكذا يعني المنتديات الثقافية نعم نحن نسمع مننا القصيدة تختاري أنت يا شندي يا أي حتة في السودان لكن خلينا مع بعض نطلع قاصل ونعود مجددا من متابعين الكرام عبر في المواحد ابتوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم متابعين في حضرة المساء وحضرة الشعر والجمال من خلال حلقة اليوم ونجمع بين الكلمة واللحن عبر إقاع التنبور هذا الإقاع العظيم هذا الإقاع الذي وحد وجدان كل السودانيين في كل مكان تحييي لكم مجددا ديوفي الأعزاء الأستاذ خالد هاشم والأستاذ خالد جبريل وقبل الفاصل طلبنا قصيدة ممكن تخلالي شندي أي حتة في السودان؟ طيب أنا من هنا بحيي الأخ والصديق العزيز محمد علادين بمدينة الشندي كما طلب أنه يتقدم وغزل يعني دبا انت ليه أفراحي قادرة وليه فؤادي الباكي غادرة روحي ليك طوالي سادرة وطبعي أصله فصيلة نادرة انت صبحي الماغي شاني وانت ليه كل التهاني ساري حبك فيك يعني وقلبي من غيرك بعاني انت حبك فيني جرعة وراكي الدنيا ملالة ونسيمة الوجعة هبالة عيوني الكاحلة وقالة وفؤادي المضنغة نالة وراكي البسمة يحليلة عيوني مرافقة وشيلة روحتي الباكي طول ليلة حزينة وعدمة الحيلة وراكي فؤادي يتهور صبح في حيرة يتدور عذابي وهمي يتطور جراحي في نقام غور وراكي فراحي معدومة همومو الدولة طول يوما عيون بكاية مهمومة وهوين بتلاقي عاد نوما وراكي الدنيا خازلاني موهد بدي موحداني جراحي الدامي أضناني ونزف والله من تاني وراكي الفرحة ما لقيته خلاسه ودرته راسخيته صفاتي السمحة خليته وعيونيك لحظة ما نشيته وراكي الليل علي ضلم بيقيت من همي بدعلم سنين موجوعه بتقلم وبسكت وبرفضة تكلم وراكي إيراني موجودة وسعادت الدنيا مفقودة نفخ في قربة مقدودة وعميرية ممحدودة وعميرية ممحدودة ربنا نطبع فور بركي إن شاء الله شكراً على الله الله المؤمن خالد جبريل خلينا نتكلم شوية عن الطنبور غدي ومساحي يعني معيداً عن الغناء الطنبور آلة حنينة معروفة إن كل السودانيين مهما اختلفت أجنازهم ولونياتهم بحبوا الطنبور أي حتة في السودان ممكن نلقى فيه والآلة دي؟ حقيقة يعني الطنبور من الآلات الحزينة الفرضت نفسها على جميع قبيل السودان ولقد قابل بغول كبير جداً وسط أهالي السودان وقدرت يعني توصل إحساس ناس كتيرين ونحن حالياً بحبنا له وبينتمانا له وبإحساسنا له بنقدر ندعيشه ونقدر نقدمه إحساساً آخرين طيب كيف الشباب يتفاعلوا مع الأرض؟ نحن نشوفه تطور كبير جداً وكيف ذاته ممكن نقدر نطور الآلة يعني هي آلة طبعاً معروفة إنها قديمة جداً هي فعلاً حقيقة بتنثر الفرح رغم الشجن الفيع لكن نأكد على إنه في آلات تانية أكثر حداثة منها هل فكرة إنها تتطور الألات أكثر من كده؟ نعم الطمبور أصلاً سلم ومواسي وفرض نفسه يعني جميع الألات فرض نفسها الألات الموسيقية يعني اللي غا حالياً دينات اللي غا قبول كبير بين الألات ويعني زي ما بيقول مش كفنانطنبور او كشائجة او كمنتبئ لغبيله ان الطنبور اثبت نجاحه في كل السوداء كل السوداء طيب يعني احنا الان عندنا في اوساطنا الغنائية اهلات كثيرة و اهلات مختلفة وحاجات حديثة دخلت على المجتمع دارينا ننافس بالالة دي وخلي كل الشباب محتزة بها اكتر هل في ندوات وفي منتديات بتقام على الرحب هذه الالة نعم بتقدم يعني الليلات صغافية كبيرة جدا في السودان او خارج السودان طيب احنا دارين نسمع مرة تانية هدية للجمهور حزنك ما قبراك كلمات الأستاذ خالد شقوري جمال تحية الحان صديق أحمد طه نعم انا بحيومي شوف الوردة كيف لما تجي المواسم تلقى المعنى طيب بأظهر راسم تلقى المعنى طيب طيب بيت اتشغى المعنى طيب تلقى المعنى طيب اشغل تلقى المعنى طيب لو تقبل تقاسم تقبل تقاسم تعاديش المعادي موسيقى بيكلفنا ايه لو صعفنا روحا موسيقى بيكلفنا ايه لو صعفنا روحا موسيقى وهدئنات نقوم والله حريفيا بوحا موسيقى موسيقى لما البسمة بس بيطبق بجروحا موسيقى لما البسمة بس 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 بطبق بجروحا موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر